في الوقت الذي يزعم فيه البرلمان نيته استجواب وزير المالي علي علاوي بشأن السياسات التي اعتمدها مؤخرا في مقدمتها خفض قيمة الدينار العراقي يواصل الوزير الرافض للاستجواب ترأس جلسات لجنة اعداد استراتيجية الموازنات العامة للأعوام القادمة ملوحا بالاستقالة وبكشف المستور في حال المساس به اللجنة المسؤولة عن كتابة الموازنات تتقدمها طيف سامي خطت مسودة الموازنة الجديدة بفقرات مثيرة للجدل بحسب ما سربته مصادر من داخل اللجنة حيث زعمت المصادر وجود خفض جديد لقيمة الدينار العراقي أمام الدولار ليحدد بألف وستمائة دينار للدولار الواحد فضلا عن رفع سبيل ضرائب كما احتوت الموازنة على فقرات أخرى لم تمرر في موازنة العام 2020 وتتمثل ببيع جزء من أصول الدولة الموازنة احتوت على قرض جديد بنحو أربع مليارات دولار لكنها لم تحتوي على أي درجات وظيفية عملا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي صمت رئاسة البرلمان على إصرار وزير المالية ووكيلته مديرة دائرة الموازنة طيف سامي على تمرير سياسات مالية تساهم في تجويع الشعب العراقي تثير أكثر من علامات استفهام لكنها قد تفسر ما نقلته وسائل إعلام عن الوزير ومطالبته بعقد جلسة استجوابه عن بعد شريطة أن تكون علنية وتبث على الهواء مباشرة ليعرض ما لديه من وثائق قيل أنها ستشعل نارا في الخضراء وتعجل من المواجهة الحاسمة بين الشعب المكلوم وأحزاب السلطة